يجتاحه الألم والجوع كما هو الحال في باقي المدن السورية المحاصرة من قبل نظام الأسد هذا النظام الاستبدادي لم يكتفي بقتل المدنيين وحسب بل منع عنهم الغذاء والدواء واعتقل الأطباء الذين يعملون في الإغاثة الطبية والإنسانية فالدكتور أحمد الحميد الذي خرج من معتقلات الأسد بأعجوبة يصف لنا الصورة المأساوية في حمص يعني لاحظ كم مشفى ميداني خلال الثلاثة شهور اللي مضوا انقصفوا كم طبيب استشهد كم عنصر من عناصر الإغاثة الطبية يعني استشهد خلال الفترة الماضية فالموضوع أخي أنه هني عبارة عن تاركت يعني هني ناس مستهدفين أي حدا بيشتغل بالحقل الطبي مستهدف بالنسبة لألي أنا اشتغل في المجال الإنساني كإغاثي طبي وإغاثي إنساني يعني ما فينك أخي جواد سورية إلا ما تاخد موقف إذا أخذت نصف موقف فصدقا لا يفيد منذ شهرين من الحصار المطبق على حي الوعر بحمص ازدادت حالات المرض بسوء التغذية كما ازدادت حالات الجفاف وسوء الامتصاص عند الأطفال بسبب عدم توافر الحليب وعدم قدرة الأمهات على إرضاع أطفالهن جراء النقص الكبير في كمية الغذاء مما أدى إلى وفاة بعضهم حمص ما بقي منه غير حي الوعر المحاصر وريف حمص الشمالي يعني تخيل أنت النظام عرفان يلعبه بشكل صح يعني إذا الشباب سلموا حي الوعر مثل ما تسلموا حمص الأديمي معنى تلتغى شيء اسمه حمص معنى تديمغرافية اللي بدو إياها يغير النظام مثل ما بدو حتصير هون الكارسي أنه لا توجد أدوية تمام الأمراض المزمنة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العالم بالفعل تبهدلت وقت الواحد وقت تجي إصابات طلق ناري يعني كارسي أولا لا يوجد كاتر طبي لا توجد أدوية كافية لا توجد وسائل كافية فمنين من درت الله الأمور باتجاه التعقيد يعني الأمور كارسية في حي الوعر كسرة خبز واحدة لم تدخل إلى منازلهم منذ شهرين في ظل عدم تحرك من المجتمع الدولي ضد ما يقوم به هذا النظام الاستبدادي في حق المدنيين بسوريا بدر العزمي الإخبارية لندن